خلينا النهاردة بقى هنتكلم في تطبيقات اندرويد ريئة جدا وعلى وضعها تستاهل تكون على موبايلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير اهلا بيكم في فيديو جديد ومكملين زي ما احنا في سلسلة افضل تطبيقات اندرويد ريئة وعلى وضعها تستاهل تكون على موبايلك وهنسيب في صندوق الوصف احدث الفيديوهات دي تأكد انك تشوفها علشان مايفوتكش التطبيقات الرايئة اللي على وضعها اللي اتكلمنا عنها وفي الفيديو ده بقى هنتكلم في حوالي خمس تطبيقات مش نكتر فيهم علشان الفيديو ما يطولش الزير عن الزوم قبل ما نخش في الفيديو يا صديقي ما تنساش نبتروس على زرها اللايك اللي عندك هنا وورينا الدعم اول تطبيق معنا بقى واللي كنت عايزة خليه اخر تطبيق علشان بصراحة هو على وضعه جدا ولكن التطبيق الاخير هو على وضعه اكتر منه المهم يعني اول تطبيق معنا ده هو تطبيق فيديو كومبريسر او ضلجة الفيديو التطبيق ده ببساطة بيديلك شوية اوبشنز على وضعها فيما يخص الفيديوهات اللي موجودة عندك على الزاكرة الداخلية على الموبايل انت لما بتدخل على التطبيق بيكون ظاهر لك كل الفيديوهات في كل الفولدرات اللي موجودة على الموبايل وليكن مسلا اخترنا الفولدر ده وهنختار مسأل افنية دي مساحتها تسعة وستة من عشر ميجا فلما بنختارها مسلا بيظهر لنا شوية اوبشنز فعلا قوية جدا اول حاجة بيكون عندك كومبريس فيديو اول ما بيدوس على كومبريس فيديو بيفتح لك اكتر من صيغة في اكتر من كاتيجوري او تصنيف لضغط الفيديو يعني بيكون مثلا عندك هاي كواليتي بيكون عندك لو كواليتي وبيكون عندك كاستوم طبعا بيكون في عندك اكتر من حاجة لكن اكيد مش هيهمنا المقاسات ولا هيهمنا للنسبة الموية قد ما هيفرق معنا احنا عايزين الفيديو يطلع حجمه قد ايه بالزبط علشان لو هنبعته لحد ولو فرضنا بقى ان عملية الضغط اللي في الهاي كواليتي واللو كواليتي مش عجبينك او مش مناسبين بيكون في عندك كاستوم هنا واللي لما بتدخل عليها بيكون في عندك رزولوشن بتقدر تتحكم فيها علشان تتحكم في حجم الفيديو النهائي وبيكون في عندك فوق هنا على الشمال في الفيديو قبل الضغط وعلى اليمين الفيديو بعض الضغط فبيتالي هتلاحظ ان كل ما بتغير في رزولوشن الفيديو اللي على اليمين ده اللي هو بعض الضغط بتقلم ساحته بحيس انك تقدر تختار المساحة المناسبة ليك او الحجم المناسب ليك وبعدين تعمل او تصدير طبعا مش ديه بس انت كمان بيكون عندك cut uncompress ودي علشان تقص الفيديو نفسه بحيس لو عايز مثلا تاخد منه story او تاخد منه فيديو صغير تضيفه في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فبتفتحها بيكون عندك مصطرة تحت هنا بتقدر بكل بساطة انك تحرك فيها علشان تتحكم مدة الفيديو اللي عايز تعمله ضغط قديه بعد ما بتخلص الفيديو اللي انت عايز تعمله ضغط بتدوس بس على compress video علشان تتنقل المرحلة اللي لسه شرحناها من شوية بيكون عندك بقى شوية options سريعة زي fast forward علشان تخلي الفيديو يكون اسرع بحيس لو الفيديو ده tutorial او شرح الحاجة معينة تقدر تسرع من الفيديو نفسه بيكون في عندك extract mp3 علشان تطلع من الفيديو مثلا لو الفيديو عبارة عن موسيقى تطلع من النجا مترانين او رينجتون او حاجة زي كده بيكون في عندك play video علشان تشغل الفيديو في الميديا اللي موجودة جوه التطبيق ده من جيل ما تحتاج تروح للتطبيق تاني مثلا بيكون في عندك share علشان تعمل share للفيديو لأي مكان وبيكون في delete بحيس كل الفيديوهات اللي موجودة زي ما قلنا بتطيرات جوه التطبيق ده فتقدر بسهولة توصل لأي فيديو انت عاوزه وبعدين تعمله delete بسهولة ما تشتجل يا عم الحاج انت جاي تعتر وانا بسجل فيديو ما انت شجل معي طول الوقت علشان كده انا هتكررت اقصى ان انا جدك معي في الفيديو جايت عطال دلوقتي وانا بسجل ليه التطبيق اللي معانا بقى بعد كده هو تطبيق بسيط جدا ولكن مهم جدا هو تطبيق photo recovery التطبيق ده مناسب جدا لكل الناس اللي ممكن تمسح صور بالجلط وهي بتفضي مساحة مثلا وهو فعلا بسيط في استجدامه انت ولما بتفتح التطبيق بيكون عندك how it will recover لكن طبعا التعليمات دي ما بنارهاش انت بس بتدوس على get started لما بتدوس على get started بيكون عندك اختيارين ما لهمش تالت واحد بينهم scan photos والتاني restored photos التاني ده اللي هو restored photos اللي هو الصور اللي انت استعدتها بالتطبيق ده وعملتها recovery ولكن احنا بندوس على scan photos علشان يعمل بحس ويعمل استعادة للصور اللي احنا مساحناها بالغلط هو بياخد وقت كده علشان يعمل recovery او يعمل البحس بتاعه واصل معي دلوقتي لحد 1477 صورة ومشاء الله لسه مكمل بحس وجالبا هيجيب لي صور من اول ما جبت الموبايل اصلا يلا 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 نهاره ابيض يلا نهاره فل وزي ما احنا شايفين التطبيق وصل معنا ما شاء الله لحد 5585 صورة حلو الرقم ده وانا مش فاكر اساسا انه ممكن اكون مساحتي 5500 صورة وبعد ما التطبيق لف لفته وخد وقته واعدنا معاه شوية في النهاية بيقولك scanning completed وبيقولك 5585 صورة عجبني الرقم المميز ده الحقيقة وتحت بيقولك show deleted files فهندوس على show deleted files لما بيتدوس بقى على show deleted files بيجيب لك صور كتيرة جدا من كل الانواع طبعا احنا بنقول خمسة 1500 خمسة وتبنين صورة فاكيد احنا مش هلاجع على كل دول ولكن هو فعليا جايب لي صور من زمان جدا صور كتيرة و مين؟ الصور دي اللي بتها اصلا على الموبايل ومجالبين شايل عملا هو جايب لي صور كتيرة جدا وفعليا في صور انا شايفها ما كنتش عارف ان انا حطيتها على الموبايل ده اصلا فانا يقدر نقول ان التطبيق photo recovery هو تطبيق بسيط جدا ومجاني وفي نفس الوقت بيجيب لك صور كتيرة جدا وبيعمل استرجاع للصور بنجاح تماما التطبيق اللي معنا بعد كده هو تطبيق ابسط من البساطة برضو وبيعمل فكرة جميلة جدا وهو تطبيق all language translator التطبيق ده زي ما بنقول بسيط جدا في منو نسختين نسخة مجانية ونسخة مدفوعة فلو جينا مزلا على اللغة العربية وكتبنا وليكن مساء الخير ورجونا دايسين عالة العلامة اللي اشبه على عالمة التليجرام دي حيروح جايب لك باللغة الإنجليزية تحت الترجمة بتاعتها بقدر بقى انك تدوس على علامة السماعة دي علشان تسمع الترجمة وكمن تقدر تدوس على علامة المستند دي علشان تاخد الترجمة دي بكوبي وبرضو بتقدر تدوس على علامة السماع علشان تسمع الكلام اللي انت كتبته باللغة العربية مساء الخيري بالزبط فيه بقى علامة الصورة دي ودي بتقدر انك تاخد مستند معين انك تصور صورة معينة علشان يترجمها ولكن دي للأسف في النسخة المدفوعة طبعا هو من المزال اللي موجودة في التطبيق هو فاتح على جوجل ترانزليت بحيث انك بتدوس على علامة الدوكيومنت دي علشان يفتح لك في نافذة الجوجل ترانزليت بتقدر انك تعمل upload او تحميل لأي ملف موجود عندك بقى سواء pdf سواء word بيكون في عندك الصياج اللي بيدعمها بعد ما بتعملها بتدوس طبعا على browse your computer علشان يفتح لك مدير الملفات تختار الملف بعد كده بيعمل لك هو translate للملف ده وتقدر تعمله download فنقدر نقول ان التطبيق ده بسيط جدا ولكن مميز لو عايز تراجع على كلمات مثلا لو انت بتذاكر او عايز تتمرن على سماع كلمات معينة او جمل معينة او على نطق جمل وكلمات معينة لانك بالانجليزي برضو بتشجل المايك وبعدين تقولي الكلام فتشوف هالي الكلام اللي انت بتقوله ده مفهوم بحيث انه بيترجم زي ما هو المفروض يتقال ولا لا التطبيق اللي معنا بعد كده بقى هو تطبيق clip to rob التطبيق ده وظيفته بكل بساطة انك بتصور حاجة معينة لو عايز تصور حاجة وبيشلك الخلفية بتاعتها بحيث انك مش محتاج انك تحمل تطبيق معين علشان تصور بالكاميرا وبعدين تدخل على التطبيق وبعدين تعمل ازالة وتاخد وقت بقى بتزبط علشان تمسح الخلفية هو هنا بكل بساطة بيمسح لك الخلفية مباشرة يعني خلينا كده نعمل اي عرض توضيحي نجيب الريموت ده مثلا كده وبعدين نصوره مثلا كده ندوس على clip وبياخد وقت شوية علشان يعني يعمل processing بتاعته وبعد كده زي ما احنا شايفين بيروح جايب لك الحاجة اللي انت صورتها مع زولة تماما وما فيش معاها اي خلفية خالص وبعد ما التطبيق مشكور انه مقطر خير وبيشيل الخلفية من الصور اللي انت صورتها بيكون عندك بقى شوية اختيارات زي مسلاك تدوس على save علشان تحفظ الصورة دي عندك في الزاكرة الداخلية تقدر تدوس على share علشان تبعاتها واتساب او تليجرام تقدر تدوس على dbq علشان تمسحها وكمان بيكون عندك بقى edit وده بتدوس عليه علشان تقدر تتحكم في شوية حاجات تانية في الصورة زي مسلا انك تلف الصورة انك تتحكم في زاويتها تتحكم في حجمها تكبرها او تصغرها زي ما انت عايز وبعد ما بتختار edit وبتعمل فيها اللي انت عايزه بتدوس على ok وبعدين بتقدر تعملها save علشان برضو تحفظها عندك او share او delete واخر تطبيب اولي على الوضع جدا هو تطبيق blockada 5 التطبيق ده لو تلاحظ كل التطبيقات اللي احنا راجعناها في الفيديو ده ما كانش فيه اعلانات بتظهر وده لان تطبيق blockada 5 بيعفيك من كل الاعلانات اللي ممكن تظهر طبعا كلنا عارفين ان في بعض الانواع من الاعلانات بتكون غير لائقة باي شكل من الاشكال فبينتالي عشان تلاح نفسك من التعارض لاي اعلانات منهاش لازمة او غير لائقة بكل بساطة بيكون عندك تطبيق blockada 5 التطبيق ده اول ما بتفتحه بيكون عندك الدايرة اللي فيها عنامة الباور دي لما بتدوس عليها بياخد وقت شوية وبعدين الدايرة دي بيكون لونها اقدر كده وبيقولك انه هو active لما بيكون active بيزهر لك في شريط الاشعارات علامة التطبيق علشان يكون متابع معاك على الخط انه هو شجال يعني وبعدين بيبدأ التطبيق انه هيشيل كل الاعلانات اللي مناهاش لازمة طبعا بيكون موجود عندك تحت هنا بيقولك blocked 66 ads and trackers يعني هو حتى الان حزف او منع 66 اعلان طبعا تبقى اللي انا عرفت عن التطبيق ده لو انا فيهمت صح يعني كل الفكرة انه هو بيتوجه لمكان تاني علشان ما يظهر لكش الاعلانات دي طبعا تقدر تدوس على علامة settings ومنها على this device لما بتدوس عليها بيكون عندك شوية options بسيطة وجميلة جدا اول واهم option يهمنا والوحيد اللي هنقول عليه وهو language لما بتدوس عليه بيكون عندك اللغة العربية بتدوس عليها علشان التطبيق يكون معاك باللغة العربية طبعا في الاعدادات المتقدمة هنا بيكون عندك شوية اعدادات تانية او شوية اسنسناءات تانية زي قائم الحظر والقائم الحظر الخاصة بي والتطبيقات والشبكات وهكذا وتقدر معا الوقت تعرف استخدام كل واحد من دول لانه زي ما بينقوله باللغة العربية فبالتالي يكون اسهل في انك تتعامل معاه بعد ما بتخلص بقى استخدام للتطبيقات اللي انت مش عايز يظهر فيها علانات بتحتاج انك تقفل التطبيق ده علشان برضو مبقاش الجالف الخلفية ويكون بيسحب منك كتير بتدوس على علامة الدرع دي وبعدين بيكون عندك الزرار بتدوس عليه علشان تعمل دي اكتيفيت او إلغاء تفعيل للحماية الخاصة ببلوكادا 5 فلما بتدوس عليها بيختفي الدايرة الخضرة وبيقولك بالعربي بقى غير مفاعل او بالانجليزي دي اكتيفيتد فانيقدر نقول ان التطبيق بلوكادا 5 هو تطبيق جميل جدا وبسيط في انه بيوفر عليك زي ما قلنا انك تتعرض لأي محتوى من الاعلانات بيكون جير لائق او جير مناسب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو طبعا روابط التطبيقات دي كلها هتكون موجودة في الديسكريبشون بوكس تحت ما تنساش بس انك تلوس على زرار اللايك اللي عندك هنا زي ما بنقول شوية ده ما بتكلم في التطبيقات ريئة واخبار تقنية وحاكات على وضعها ويكون في عندك هنا زرار شتراكه جميع جرس تقدر تلوس عليهم علشان تتابع جديد او الباول شكرا لمشاهدة نلقاكم على خير